اشتركوا في القناة ضد كل من يتقلد مسؤولية في دولنا ولا يقوم بواجبه أصيب إلياس وهو شاب تونسي من موليد مايه 1984 بمرض نفسي جرأ البطالة وانسداد الأفق إلى غيرها من الأسباب وأصبح يتردد على مستشفى الأمراض النفسية منذ سنة 2009 تعكرت حالته في إحدى المناسبات فارتكب جريمة حق عام اعتداء بالعنف الشديد قاضي تحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس تولى عرضه على الفحص الطبي النفسي وانتهى الخبراء النفسانيون إلى تقرير عدم تحمله للمسؤولية الجزائية وبالتالي اتخذ قراراً في حفظ التهمة وإيوائه وجوباً بمستشفى الأمراض النفسية للتداوي وللعلاج مواطن آخر مقيم بالخارج قابع كذلك بالسجن بتونس منذ أكتوبر 2019 دون وشي حق كذلك نفس الموضوع اعتداء بسيط بالعنف الشديد مع إسقاط المتضرر مع تقرير طبي نفسي يعفيه من تحمل المسؤولية الجزائية ولكن للأسف يبقى قابعاً ونازلاً ونزيلاً بالسجن المدني من أمثال الياس وحمزة المجموعة ثلاثين تونسي اليوم يقبعون في السجون رغم أنه محكوم لفائدتهم بأحكام باتة تقضي بعدم تحملهم للمسؤولية الجزائية وإيوائهم وجوباً بمستشفيات الأمراض العقلية ولكن تبقى قرارات القضاء للأسف حبراً على ورق في ظهر غريبة وفريدة تقع في بلادنا للأسف إنهم يجمعون بين مصيبتين مصيبة المرض عاف الله الجميع ومصيبة الحجز التعسفي للحرية هذا باختصار عين من وضع حقوق الإنسان في بلدنا أيها السادة الأكارم اسمحوا لي أن أنتقل بحضراتكم من تحت قبة هذه القاعة بمدينة نواق الشط العزيزة على قلوبنا على شاطئ الأطلسي إلى هناك حيث تونس على البحر الأبيض المتوسط لنعاين هذه الوضعية احتجاز تعس فيهم بالسجون وإساءة معاملة مرضى نفسانيين إنهم كعصافير حية في مقلات من زيت لا هم يطيرون فينجون ولا هم يموتون فيستريحون لا هم محبوسون احتياطيا ولا هم يقذون عقاب سجنيا باتا إنهم في وضعية لا يمكن للعقل البشري أن يستوعبها ولا يمكن للإنسانية أن ترضى بها لقد أحدت الموثيق الدولية لحقوق الإنسان الحق في الحرية الشخصية بضمانات واجمة الالتزام ووفقا لتصنيف الفريق العامل للأمم المتحدة المعني بمسألة الاحتجاز التعس في فإن أي احتجاز دون سرد قانوني يبرر الحرمان من الحرية وأي احتجاز ناتج عن ممارسة حقوق محددة بموجب الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان وأي انتهاك للمعايير المتصلة بالمحاكمة العادلة جميعها من الخطورة بحيث تضفي على الحرمان من الحرية طابعا تعسفيا إذن فتبقى الاتفاقات الدولية فمدير السجن وصاحب السجن في وضعية إجرامية وفي وضعية جرمية باعتباره مرتكبا لجريمة احتجاز تعسف طالما أن هؤلاء المرضى مقضي في حقهم بحكم بات بالإيواء وجوبا بالمستشفى يعاني إلياس ومنهم في مثل وضعيته من الإساءة المتكررة من المساجين الذين لا يتفهمون حالتهم المرضية يؤكدوا ذويهم أنهم عند زيارة أبنائهم بالسجون فإنهم يجدونهم في حالة يرثى لها إلياس مثلا لم يعد ينطق تعكرت حالته أكثر فأكثر بالسجن لأنه لا يتناول دوائه لأنه لا تقدم له الخدمات اللازمة لأنه ليس في مكانه الطبيعي لأن مكانه الطبيعي هو فقط المستشفى تطبيقا لأحكام القضاء هناك في السجن السجن وما أدراك من السجن عندما تطفأ الأبواب لأن الأنوار في السجن لا تطفأ عندنا في تونس النور يشتغل 24 ساعة لـ 24 ساعة وتقفل الزنزانة تصبح وتطبق هناك عدالة أخرى هو قانون الغاب البقاء فيه للأقوى أي ضجيج أو أي تعكر في الغرفة يقع تحميل المسؤولية لأحد المرضى من بقية المساجين وينتصب بعض المساجين الآخرين قضاءت إنعم ينتصبهما قضاءت في السجن ويحاكمون أولئك المساجين ويصلتون عليهم العقوبة وينفذونها هذا هو الوضع هذا هو الوضع للأسف بتاريخ مستاش أربعة 2021 تلقيت اتصال هاتفي من شخص مسرح بالسجن أفادني حرفياً بما شهاده وما عينه بأم عينيه أخذت إلى عدل إشهاد لتوثيق شهادته وروا لي فضاعات فضاعات لا يمكن أن يستوعبها العقل من تلك البشر يتم مثلاً تقييد إلياس من معصمي ويتم الاعتداء عليه بشتى أنواع العنف يتم تجريده تجريده من ثيابه وأرجو منكم أن تستوعبوا أن التقس في تونس الآن هو عشر درجات في هذا التقس البارد من هذه السنة لذلك رحلت بحضراتكم من هنا حتى تعيشوا معي هناك كيف هو الجو في تونس يجرد من ثيابه يقع الاعتداء عليه بالعنف يغمى عليه ثم يلقى في مكانه هكذا يقع معاملته للأسف السجن كمؤسة عقبية لم يجعل مطلقاً لإيواء المرضى النفسانيين لتخليص المجتمع منهم بل ولتصفيتهم جسدياً خاصة وقد أصدر القضاء قراره بحفظ التهمة وخاصة أن الدولة ملزمة بتوفير العلاج تكريساً للحق الدستوري في الصحة ما يرتكبه أعوان السجن من إجرام في حق المودع بالسجن إليس ومنهم في مثل وضعيته يدخلوا تحت طائرة القانون الجزائي قانون التونسي يعاقب على سوء المعاملة ويعاقب على التعذيب لسان الدفاع بالطبع اطلع على هذه الفضاعات أول ما قام به وأول خطوة هو اختار النيابة العمومية والتشكي ولكن بقيت كذلك الشكيات حبراً على ورق مثل قرارات الإيواء الوجوب وإلى اليوم وإلى هذه اللحظة لم تحرك النيابة العمومية الدعوة الجزائية ولو ضد مجهول الصمت صمت قصور العدالة المطبعي مع الخرق الجسيم رسالة عمر بن الخطاب الرشيقة والرقيقة والتي سعت لما رأيتها في بهو قصر العدالة في نواق الشت جاء في معرضها أنه لا يجوز تكلم بحق لا نفاذ له وهذه أول أساس وأول مرتكز فكري لدولة القانون لأن دولة القانون والعدل هي التي لا تقف عند إقرار الحق نتقاً به بل تتعداه لترتيب النتائج والأثار الواقعية الكفيلة برد الحق لصاحبه فعلاً ومسألة تنفيذ الأحكام القضائية من أهم مرتكزات دولة الحق والقانون والتي بها يتأكد الأمان القانوني للمتقاضين باحترام حجية أحكام السلطة القضائية فالمحاكمة العادة ترتكز على ثنائية متلازمة وهي من ناحية الحق في التقاضي ومن ناحية أخرى الحق في تنفيذ الأحكام القضائية في تونس ارتقى تنفيذ الأحكام القضائية ووجوبيته إلى مرتبة دستورية وتضمنه الفصل 114 من الدستور الجديد للجمهورية إن الأحكام الصادرة سادتي الأكارم بإيواء المرضى النفسانيين والمحرزة على حجية الأمر المقضي به ترفض الإدارة في تونس تطبيقها وتتعلل بأنه ليس لها الأماكن الكافية وشغرات وتعلات وأسباب واهية حتى لا تذعن لأحكام القضاء وتبقى تلك الأحكام أسودا دون مخالب وتظل كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ماء حتى إذا جاءه للأسف لم يجده شيئا المتقاضي الضمآن إلى العدل وإلى العدالة وإلى الحق يعتقد أن في ذلك الحكم الذي بين يديه ماءً سوف يشفي غليله وسوف يرده حتى يكف عطشه ولكن للأسف يتبين أن تلك الأحكام التي تصدر باسم شعوبنا العربية والتي تكلف رؤساء الجمهوريات العربية بتنفيذها هي مجرد سراب لا قيمة لها في هذه الدول للأسف التي ما زال ينتظرها الكثير على درب طريق حقوق الإنسان الشائك والوعر بلغ أهدار حق السيد إلياس العبيدي في الصحة مداه وتعرض لجميع أشكال التنكيل إدارتنا للأسف كما يقول مذفر النواب كدكة غسل الموت تتحرك دكة غسل الموت وهم لا تتحرك لهم قصبة سمعت قضاة يتحسرون ويتألمون ويسخطون وينددون لما أصاب إلياس ومن معه وبقيت المرضى ولكنهم للأسف يعجزون أن يتصدوا للخرق الجسيم لم تبقى إلا المحامات بكل شرف ينعم بالتونسي ينعم لم تبقى إلا المحامات محامات تونسية محامات عذيبة وحق لزملائنا في الوطن العربي أن يتشرفوا بها كما تعلمت بالأمس من نقيب المحامين في موريتانيا تاريخ النذالي لزملائنا بنواق الشط محامات تونسية ذاتت عن هؤلاء وأخرجت أنينهم من الزنزانات إلى كل العالم وأنا اليوم لهنا دليل أريد أن يصل صوتي أنا الموجود ينعم للمسابقة نحب الجائزة ولكن أكثر من ذلك أن السوت يصل إلى كل العالم وكل الأحرار في العالم حتى ترفع هذه المظلمة ذهب زميلي لأستاذ مهدي زقروبة محامي شاب خلوق تونسي حبيبي ورفيق دربي وذهبنا لنزور أحد الموقفين ونزور إلياس ولما خرج من غرفة الزيارة المخصصة للمحامين قال لي إلياس مسكين وجدته بقايا إنسان وجدته حطام إنسان فجاءتنا فكرة يأسة للأسف نقول هذا يأس بلغ بنا اليأس والتجأنا للحلول اليأسة وقررنا أن نعتصم بمكتبة المحامين داخل السجن في سابقة تاريخية في تاريخ السجون العربية سيئة الذكر وسيئة التاريخ حتى نرغم المسؤولين وحتى يبلغ الصوت وبالفعل تحركت أول المتحركين دائما الهيئة الوطنية للمحامين هيئاتنا الوطنية وهي وجاء وهي حماية يجب دائما أن الهيئة تأخذ حقها وأن المحامي ينظوي ويدافع عن هذه الهيئة لأن الهيئة تحركت في ملف ذايا وفي عدد الملفات وتواصلت مع وزيرة العدل وتمكنوا الزملاء من الدخول إلينا لاستجن المدني وزيارتنا واخذوا بتاقة زيارة وقرر بعد مفاوضات وبعد تعهد من السلطة بإيجاد حل جذري لهذه المسألة بفك الاعتصام لنجد أنفسنا للأسف منذ ذلك التاريخ السنة الفارتة إلى اليوم إلى يوم الناس هذا إزاء نفس الوضعية هكذا هي الوعود هكذا هي وعود المسؤولين للأسف في دولنا وفي دولتنا للأسف أقول هذا حكومات وراء حكومات ووعود وراء وعود دون أن تتحرك لهم قصبة شيء لم يتغير اكتفت وزيرة العدل السابقة بالنيابة وكلهم سيصبحون سابقين لأنها لو دامت إليهم ولما قالت لو دامت لغيرهم لما قالت إليهم هذا الصوت أريده أن يصل للمسؤولين لم تتحرك ولم يتحرك الوزير الحالي ولم يتحرك أي مسؤول في تونس لحل حالة هذا الملف للأسف وبذلنا ما بوسعنا ترفعنا كتبنا حررنا الشكيات بذلنا طاقتنا كتبنا جميع المسؤولين كتبنا النيابة العمومية تولت إدارة السجن مشكورة التشكي بالمحامين وتحركت شكايتها لا تتحرك شكاية من أجل التعذيب ومن أجل التعصف والإحتجاز التعصفي أما إذا تعلقت الشكاية بمحامين ملتزمين لمكتبة المحامين بالسجن فتتحرك الآلة سريعا سيدي ممثل السفارة التونسية بين وقشت وأعلم وأدرك أن صوتي هذه الليلة سيصل إلى كبار المسؤولين في الدولة التونسية لن تتحرك تحركت الآلة القضائية فقط لملاحقة المحامين الذين أرادوا الذود عن حق هؤلاء عينت نقطة موذيئة يجب أن أشيد بها أعوان السجن ذلك السجين الذي درسنا نحن العرب ومعقدين نحن من أعوان السجون العرب للأسف أنه قاسي وأنه كذي وجدت في أعوان السجون في هذا الملف رحمة وتعاطفوا مع هذا الملف وأكدوا أنهم غير مؤهلين للتعامل مع هذه الفئة من المرضى لأن مكانهم الطبيعي هو المستشفى وأنه لا يجب أن يكونوا موجودين هناك بالسجن أيها السادة الأكارم أعوذ بحضاراتكم من هناك إلى هنا إلى نوق الشط أعوذ بكم من سجون تونس المكتذة ومستشفياتها كذلك المكتذة للأسف وقصر عادلتها المشيد هناك لأسرح لحضاراتكم أننا نناضل بكل الوسائل المتاحة داخل تونس واليوم خارجها وسنواصل نظالنا أيها السادة الكرام هل تعلمون من هو إلياس؟ بطل هذه المرافعة نعم نعتبره بطل هذه المرافعة الزحية بطل إلياس العبيدي هذا هو الشقيقي هو الشقيقي الأصغر للأسف وهو محظوظ هو محظوظ لأن الشقيقه محامي ولكن أولئك المساكين الذين ليس لهم أشقاء محامون ماذا سيكون مآلهم؟ أنا أدعو زملائي المحامين أن يكونوا أشقاء للإنسانية لأننا نحن أخوة في الإنسانية أنتهي وككل مرافعة يجب لها أن تنتهي أنتهي إلى الطلبات أطلب من جنب عميد الهيئة الوطنية المحامين بين نوقشت والعمداء السابقين وزملائنا في نوقشت أن يتبنوا هذه القضية أعرف أنه عندكم علاقات دولية وعالمية ويمكنكم تبني هذه القضية ودفع بها نحو الحلحة أطلب من زملائي المحامين أطلب من السحفيين من الحقوقيين من المجتمع المدني الموريتاني والأجنبي من مثل السفرات تونس وغيرها من السفرات نحب بلادنا بلادنا عزيزة وبلادنا جميلة أدعوكم جميعا تزوروا تونس ولباس تونس بخير رغم كل التعطل وكل شيء صدقوني تونس بخير وسنصل يوما وسنلتحق بركب هذه المجتمعات المتطورة ولكن ما زال الطريق للأسف على درب حقوق الإنسان طريق شيق ومتعب ومذني أدعوكم جميعا للنضال دعوة أخيرة دعوة أخيرة في هذه المرافعة من تحت قبة قصر العدالة بنواق الشط إلى ساكن قصر قرتاش وما أدراك ما قرتاش قرتاش ضاربة في الزمن قرتاش عليسة إلى رئيس الدولة تونسية ونعرف أنه يستطيع أن يتدخل ولهو ويمكنه ولا يخذل ويستطيع أن يتدخل وأنا عندي فقة أنه سيتدخل لحالة هذا الملف وإنقاذ أبنائها من أبناء الشعب التونسي هؤلاء المرضى المساكين إنقاذهم من ذلك المكان الخطير وبركة الله فيكم وشكرا لرحابة صدوركم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر